السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تعلم ما هو أعظم دعاء في الكون؟ أولك بعد ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أحاديث يجمع على أن في دعاء ده من أعظم ما يدعو به العبد بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله يعني علمني دعاء أدعو به المولى عز وجل فقال سال الله العافية أطلب من ربنا العافية قال فمكثت أياما قضيت كده كم يوم كده ورحت راجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل فقال لي يا عباس يا عم رسول الله يعني يا غالي وأنا يعني هقول لك على حاجة ومش أكون هي أحسن حاجة ده أحسن حاجة أنا بدلك عليها قال له يا عباس يا عم رسول الله سال الله العافية في الدنيا والآخرة الله أكبر سال الله العافية في الدنيا والآخرة في رواية التانية عند أحمد والترميذي أيضا بسندا صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قام على المنبر ثم بكى فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى ثم قال سال الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية الله أكبر إرواه تلتة والأخيرة عن أب هريرة والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة تعالوا بقى نجمع التلتة روايات مع بعض يا حبيب ونطلع بدعاء يجمع لنا كل ما ورده في التلتة حديث نقول إيه بقى نقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ده أجمل دعاء تدعو بيه بفضل الله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من مصائب الدنيا ومن كرب يوم القيامة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته